اشتركوا في القناة بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الغاية من خلق الخلق هي عبادته سبحانه وتعالى فقال إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون وعبادة الله عز وجل هي التذلّل له حبا وتعظيما وهذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية تحقيقه ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل أرسل الرسل لتحقيق هذا التوحيد فقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومما يدل على أهمية تحقيق التوحيد أن الأعمال يتوقف قبولها وتتوقف صحتها على تحقيق التوحيد قال الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومما يدل على أهمية تحقيق التوحيد أنه أول أمر يدعى إليه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فإنه قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومما يدل أيضا على أهمية تحقيق التوحيد أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضيع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكاني فيقعدانه فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه ومما يدل على أهمية تحقيق التوحيد أن القرآن العظيم من أوله إلى آخره دعوة للتوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين وإن من المظاهر التي تتجلى فيها ويظهر فيها تحقيق التوحيد الحج فإن الحج مع كونه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وهو من شعائل الإسلام التي يظهر فيها التوحيد ظهورا جليا فمن مظاهر ذلك أعني من مظاهر التوحيد في الحج أن هذا البيت العتيق الذي هو قبلة المسلمين وملتقى قلوبهم وأبدانهم قسسا على التوحيد قال الله تعالى وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِيْشَيْئَا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ والركع السجود فأمر الله تعالى بتطهير البيت من سائر النجاسات وأعظمها الشرك بالله ولهذا قال الله تعالى بعد هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ومن مظاهر التوحيد في الحج إخلاص العبادة لله عز وجل قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله ففي الآية الكريمة إشارة إلى الإخلاص لله تعالى في هاتين العبادتين وهما الحج والعمرة ومن مظاهر التوحيد في الحج التلبية التي فيها إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي الشرك عنه عز وجل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولهذا سماها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سماها توحيدا فإنه لما ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك وذلك لما تضمنته هذه التلبية من أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ولذلك كان المشروع رفع الصوت بها وقد روى أهل السنن من حديث خلاد بن السائب رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فآمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال وفي صحيح البخاري عن أنس أنه قال سمعتهم يصرخون بها صراخا لأن رفع الصوت بها فيه إظهار لشعائر الله عز وجل وقد قال تعالى ومن يعظم الشعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولأن رفع الصوت بها إعلان للتوحيد ولأن التلبية هي الشعار القولي للنسك لأن النسك له شعاران شعار قولي وشعار فعلي فالشعار القولي هو التلبية والشعار الفعلي هو لبس ملابس الإحرام ومن مظاهر التوحيد في الحج إعلان كلمة التوحيد في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فإن هذه الكلمة أعظم ذكر وخير ذكر في ذلك اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن مظاهر التوحيد في الحج التعبد لله تعالى وتعظيمه وإقامة ذكره بالطواف بالبيت واستلام الحجر الأسود والرقل اليماني والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لأن المؤمن يفعل ذلك تعبدا لله وتعظيما له وإقامة لذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ومن مظاهر تحقيق التوحيد في الحج أن المشروع للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص وذلك لما اجتملت عليه هاتين السورتين من إخلاص العقيدة والتوحيد العلمي العقدي في قلهم الله أحد والتوحيد العملي الإرادي في قل يا أيها الكافرون ففي سورة الكافرون إفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من دين المشركين وفي سورة الإخلاص إفراد الله تعالى بصفات الكمال وتنزيهه عز وجل عن صفات النقص ومن مظاهر التوحيد في الحج قصد مخالفة المشركين والبراءة منهم ولا سيما فيما يتعلق بالمناسك ولذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في المناسك في مواضع متعددة منها أولا أن المشركين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاعتمر في أشهر الحج بل جميع عمره عليه الصلاة والسلام كانت في شهر ذي القعدة ومنها أيضا أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومنها أيضا أن المشركين من قريش الذين كانوا يسمون الحمس كانوا يقفون يوم عرفة في المزدرفة ولا يتجاوزون المزدرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه إلى الحل فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاز حتى أتى عرفة ومنها أيضا من تحقيق مخالفة المشركين في الحج أن المشركين الذين كانوا يقفون بعرفة كانوا يدفعون منها إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال أي قبل أن تغرب الشمس فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدفع حتى غربت الشمس وغاب القرص ومنها أيضا أن المشركين كانوا لا يدفعون من المزدرفة يوم العيد حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من المزدرفة بعد أن أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس ومنها أيضا أن المشركين كانوا يقفون في وادي محسر يذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لما أتى بطن محسر أسرع عليه الصلاة والسلام ومن مظاهر مخالفة المشركين في الحج أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراتا فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ولهذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر في السنة التاسعة من الهجرة نادى أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت قريان هذه بعض الأمور التي حقق فيها النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر التوحيد بتوحيد الله تعالى والبراءة من المشركين ومن سمات الأمن الفكري في الحج ترك النزاع والجدال الذي يؤدي إلى تفرق الكريمة ويؤدي إلى الشقاق والنزاع بين المسلمين قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لأن الجدال يخرج الحج عن الحكمة التي شرع من أجلها وهي التذلل لله تعالى والخشوع له والاشتغال بذكره ودعائه ويستثنى من ذلك الجدال الذي يكون للضرورة في إثبات الحق وإبطال الباطل فهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولا جدال في الحج فيها نهي عن الممارات وعن المنازعة والجدال لكونها تثير الشر والعداوة والبغضاء والمقصود من الحج التقرب إلى الله عز وجل ومن مظاهر الأمن الفكري في الحج توحيد الله عز وجل ويترتب على توحيد الله توحيد الفكر وتوحيد القول وتوحيد الفعل بل حتى اللباس يكون موحدا لأجل أن يظهر المسلمون بمظهر واحد لا فرق بين غني وفقير ولا شريف ووضيع إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن مظاهر الأمن الفكري ونشر الأمن في الحج ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع يوم النحر فإنه خطب الناس وقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ثم قال عليه الصلاة والسلام فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فقال إن دماءكم وهذا فيه تحريم للاعتداء على النفس وما دونها وأموالكم فيه تحريم فيه تحريم للاعتداء على الأموال سواء كانت قليلة أم كثيرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وقوله وأعراضكم فيه تحريم الأعراض سواء كان ذلك بسب أم شتم أم كان أعظم من ذلك بزنا أو فاحشة أو لواط نسأل الله السلامة والعافية ثم قال قال لهم فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقولوا فلا ترجعوا بعد كفارا المراد بالكفر هنا الكفر الذي هو دون كفر أعني الذي لا يخرج من الإسلام لأن القتال بين المسلمين إذا لم يكن فيه استحلال للقتل فإنه فسق وليس كفرا قال الله تعالى وَإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة فيما بينهما ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بفعل مكفر فجل هذا على أن قوله عليه الصلاة والسلام فلا ترجعوا بعد كفارا أن المراد بالكفر هنا الذي هو دون الكفر الذي يخرج من الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لكن إذا كان هذا القتال الحامل عليه هو استحلال دماء المسلمين فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة لأن من استحل دماء المسلمين فإنه يكون كافرا ومن سماة الأمن الفكري ونشر الأمن في الحج تأمين الداخل للحرم لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهجا للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فمن دخله كان آمنا شرعا وقدرا ولهذا أمر الله تعالى نبيه ورسوله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر تحريمها فهذا الحرم يجب احترامه ويجب تعظيمه وتأمين من دخله حتى إن التحريم فيه ليشمن الصيد والشجر والنبات بل كان أهل الجاهلية كان الرجل يجد قاكل أبيه في الحرم فلا يتعرض له احتراما لهذا الحرم فعلينا أن نعظم ما عظم الله عز وجل وأن نعظم حرمات الله وأن نعظم شعائر الله قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالحا القول والعمل وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وأن يوفقنا ويوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى وأن يهبلنا منه رحمة إنه هو الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر